دراسة صادمة تكشف أن الجزيئات الصغيرة الناجمة عن تحلل منتجات البلاستيك المختلفة مثل الإطارات وحتى العدسات اللاصقة وغيرها نبتلعها ونستنشقها وتتداخل في أنسجة أجسامنا نتائج هذه الدراسة الكندية أظهرت أن الشخص البالغ يتلع نحو 22 ألف جزئية بلاستيك سنويا ومع احتساب تلوث الجو قد تصل إلى 121 ألف ويضاف إلى ذلك 90 ألف جزئية من مياه الشرب المعبئة في القوارير البلاستيكية وما تزال الأثار الصحية لابتلاع الجزيئات الدقيقة من البلاستيك غير معروفة حتى الآن لكن بعض القطع دقيقة بما يكفي لاختراق الأنسجة البشرية وتسبب تسمما ورغم تراجعه أوروبيا شهد إنتاج البلاستيك ارتفاعا عالميا عام 2018 بأكثر من 3% مدعوما بالإنتاج الأسيوي والأمريكي حيث وصل العام الماضي حوالي 360 مليون طن منها 100 مليون طن في المحيطات وتشير تقارير إلى أن نسبة المخلفات البلاستيكية في البحر والمحيطات يمكن أن تتخطى نسبة الكائنات البحرية بحلول عام 2050 وتقتل هذه النفايات في العام الواحد ما يصل إلى مليون طائر بحري و100 ألف من تديات البحر والسلاحة في البحرية والأسماك على سرحان العربية